أكد وزير التجارة وصناعة المصري أحمد سمير تطلع القاهرة إلى دفع علاقات التعاون مع تركيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وأوضح الوزير المصري أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة تجاوز 7 مليارات دولار العام الماضي فيما بلغت استثمارات تركيا بالسوق المصرية مليارين و 500 مليون دولار من جانبه أكد رئيس الاتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هسار جيكلي أوغلو أن مصر تعد الشركة التجارية الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا لافتا إلى قدرة البلدين على مضاعفات حجم التبادل التجاري الثرائي